اشتركوا في القناة القائل في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدوا أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقد فطر الله عز وجل الناس على حب أوطانهم وأسكن الانتماء إليها والدفاع عنها شغاف قلوبهم وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل الأعلى في حب الوطن والحنين إليه حين قال مخاطبا وطنه مكة المكرمة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما أخرجت وكذلك حين هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واتخذها وطنا له ولأصحابه الكرام فإنه لم ينس صلى الله عليه وسلم وطنه الذي نشأ فيه ولا وطنه الذي استقر فيه فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا والوطنية الحقيقية ليست شعارات ترفع ولا كلمات تقال إنما هي حب صادق وولاء وانتماء وعطاء واستعداد دائم للتضحية في سبيله سواء أكانت تلك التضحية بالمال أم بالوقت أم بالجهد أم بالنفس حيث يقول الحق سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد وقد بشر نبينا صلى الله عليه وسلم حراس الوطن الذين يضحون بأنفسهم دفاعا عنه بالنجاة التامة والمنازل العالية حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله ويقول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر حارس يحرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله كما أن الوطنية الحقيقية تقتضي التكاتف والتكافل والتراحم بين أبناء الوطن والمشاركة الإيجابية في قضاء حوائج الضعفاء والمحتاجين وعدم استغلال الأزمات أو المتاجرة بها حيث يقول الحق سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه قربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعة ويقول صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غطب الرب وصرة الرحم تزيد في العمر ويقول عليه الصلاة والسلام إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم ومن أسس الوطنية الحقيقية إتقان العمل وجودة الإنتاج والتميز فيه قصدا لرفعة الوطن وتنميته وتقدمه وازدهاره وامتسالا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه واستشعارا لرقابة الله عز وجل للإنسان في كل حركاته وسكناته حيث يقول الحق سبحانه وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ويقول سبحانه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ونؤكد أن الوطنية الحقيقية تطلب احترام علم الوطن ونشيده ورموزه وسائر شعاراته وحسن تمثيله في الداخل والخارج وفي جميع المحافل الوطنية والدولية والحرص على رفع رايته عالية خفاقة ومواجهة ما يتعرض له من تحديات أو مقاطر أو بث شائعات والتنبه لمكائد خصومه وعدم مجارات ما يبثونه من سموم بل الإسهام في دحضها وتفتيتها وبيان زيفها إن الوطنية الحقيقية لا يكذب ولا يخون ولا يغش ولا يحتكر ولا يتآمر ولا ينشر الشائعات والوطنية الحقيقية بناء لا هد إعمار لا تخريب الوطنية الحقيقية فن صناعة الحياة وعمارة الكون حيث يقول سبحانه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فحيث تكون المصلحة ويكون البناء والتعمير فثم شرع الله وصحيح الإسلام والوطنية الحقيقية وحيث يكون الهدم والتخريب والدمار والمتاجرة بالأزمات فثمت الدعاء كاذب ووطنية مزيفة اللهم احفظ مصرنا وارفع رايتها في العالمين اذاها مشyszكنك فعلا والعالمين كلا اللهم اشترى زنايا يتحرك الاني هذه المعددة وkomحاء يتحرك الانه أنشأ